السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذة الأعزاء أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حصة جديدة من مكون الاقتداء وعنوان درسنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتدي به إذن ما معنى أقتدي به؟ أقتدي به تعني أفعل مثل فعله تشبهاً به جيد الآن قوموا بفتح كتاب التربية الإسلامية على الصفحة 90 وتابعوا معي مراحل درسنا لهذا اليوم في البداية أبدأ بأتذكر وأستثمر قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح سورة النصر الآية واحد إذن ما هو مضمون الآية؟ أو ما معنى الآية؟ معنى آية النصر الآية واحد إذا جاء نصر الله والفتح هو فتح مكة هذا هو معنى الآية ننتقل الآن إلى أقرأ وأفهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إذن ما معنى هذا الحديث؟ فمعنى الحديث هو لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتد العمل بثنته جيد الآن أنتقل إلى أسئلة الفهم سؤال أول ما شرط الإيمان حسب ما ورد في الحديث الشريف؟ سؤال الثاني هل يجوز أن نساوي بين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الوالدين؟ سوف تقومون بالإجابة عن هذين السؤالين في دفتر المنزل ننتقل الآن إلى أقوم تعلماتي ألون الأجوبة الصحيحة أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه سيد قريش لأنه رسول الرحمة والسلام لأنه قدوتي في حياتي لأنه جاءن بالقرآن أم لأنه شفيعي يوم القيامة سوف تقومون بتلوين الأجوبة الصحيحة لأزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه أقتدي بأخلاقه أتأدب بسنته أطالع سيرته سوف تقومون بتلوين الأجوبة الصحيحة كذلك جيد أنتقل الآن إلى أرصخ أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة يقربني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حبه من الله تعالى جيد أنتقل الآن إلى أقتدي أقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعظمه لأنه الأسوة الحسنة للمسلمين جيد إذن يجب علينا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ونعظمه لأنه الأسوة الحسنة لجميع المسلمين انتهت حصتنا لهذا اليوم نلتقي في الحصة المقبية إن شاء الله لا تنسوا نصيحتي لكم دائما إلزموا بيوتكم للحفاظ على سلامتكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء يا صغار